باز انا بعتزلك بعتزلك خليفة الوقت بيروح مني تماما عايز اسمع منك حاجة عن مباراة اليوم مباراة الاهل النهاردة قدام سنواتك لبطر عشان اروح لخليفة كمان اسمع حاجة اخيرة عن مباراة الزمانيك الماور يعني النهاردة فوز مهم جدا للنادي الاهل السبعتاشر عالتوالي طبعا متساوي بطبعا منويل جوزي ولكن انا باع في شوقات اركم هنا مهم جدا احنا دلوقتي لو بتكلم على الموسم 2004-2005 ده اللي هو مستر مانويل جوزي وصل ل17 فوز متتالي ولكن النسب التهديفي او المعدل التهديفي لمارسل كولر هو اعلى من مانويل جوزي فده بقى حاجة مفاجئة احنا بنتكلم يعني عقول يعني في 2004-2005 كاري الاهل يانهى الموسم ده بتسعة وخمسين هدف احنا النهاردة الاهل خمسة وستين هدف ولسه نقص تقريبا سبعة وثمان ستة متشاط انهى الموسم بتسعة وخمسين هدف ودخل فيه طبعا تلاتاشر هدف مين كان هدف بقى الدوري او هدف النادي الاهلي هدف النادي الاهلي كان عماد متعب بخمستاشر هدف النهاردة هدف النادي الاهلي وسام بثمانتاشر هدف حتى الموسم اللي بعده 2005-2006 لا لانهى الموسم ده بثمانة وخمسين هدف واستقبل ستة هدف وسام عنده كم دلوقتي 18 18 او 14 لا تقريبا ده مجمل مجمل في الدوري 14 14 متساوي بـ بقى يعني خلال 15 او متهل عدى وعدى النهاردة لا لا تساوي النهاردة اشان كان 12 قبل الموارد النهاردة احرص هدفين ف14 متساوي بـ فا يعني حتى 15 15 طب عدد المبارات كان هو محمد لا اكيد المبارات اكبر لا مش بتكلم على متعب انا بتكلم على عدد الاهداف 2004-2005 من نفس عدد في نفس عدد المبارات تقريبا ولا كان المبارات اقل لا لا انا نفس الدوري لا انا اعتقد كان عدد الفرق اقل 14 يعني كان تألف في موسم فيهم جي لبوتريكا وبركات في موسم فيهم كان اقل شوية في عدد الفرق اعتقد يعني في 14 نمانا رجع نمانا رجع فانت تقولي على مستوى الارقام في تفوق كبير بالزبط لمارس الكولر شكرا انتوا تكلمتونه عشان عامل اقول مارس الكولر ادى عظموا ده رفت تاريخ النادي الان لا طبعا مانو جوزي مانو جوزي اكيد بس الناس بتقول مارس الكولر هو الارقام ما بتقديب شي بتقول مانو جوزي انا بقول مانو مارس الكولر